كد رح نروح للعمل التطوعي مثل ما قالت زينب والعمل الإنساني كفكرة تبدأ بالقلب وبتكبر بالمشاركة على أرض الواقع يعني أنشطة متواصلة للجمعية الخيرية للتنمية رح تعرف عليها مع المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للتنمية السيدة مجد ردوانيانا سعد صباحك مجد أهلا سهلا فيك سعد صباحك يا مجد يعني عم نحكي عن العمل التطوعي المغريب على السوريين صار ممكن عادة عندهم بظل المراحل اللي مرئنا فيها بسوريا لكن خلينا نحكي عن الشق الإنساني والإغاثي كمان بظل الظروف اللي عم نعيش فيها نحكي أكتر عن المساعدات إن كانت غذائية مواد تنظيف مواد تعقيم وصحية نحكي شوي عنا قبل ما ندخل بالتفاصيل سعد صباحك هلأ الحقيقة هو نحنا كعمل جمعي أكيد بيبلش بالعمل التطوعي ومثل ما حكيت إنه بيبلش بالقلب هلأ بهذا الوقت الجمعيات دورها هي بدنا نقول مثل بحثة صغيرة عم تسند العيلة لحتى تقدر تكمل الشهر تبعه تصمد قدام هذا الغلاء اللي هلأ كلاياتنا عم نعاني منه هلأ نحنا بيجي دورنا كجمعية إنه نكون شوي ساند لهالعيلة لحتى تشعر بكرامة تأمن على قليلة المواد الغذائية اللي هي بحاجتها لحتى تكفي يومها والإشياء الثانية اللي ممكن إنه تكون عم تحطن بالمصروف المواد الغذائية هي ممكن تتفاون على الدراسة على الطبابة على أي أمور تانية فدور الجمعيات هلأ بهذا الوقت بتحسي ببداية الأزمة كان فيه دور كتير واضح على الأرض بس هلأ صار الدور لازم نكون فعال أكتر لأنه الحاجة صارت كتير كبيرة يعني توسعت كتير رقاية الحاجة والعائلات اللي هلأ هي إنه بدها دعم أو مساندة صار عدد لا يحصه أكيد صحيح يعني مجد ذكرتي نقطة مهمة ولازم أكيد نحن صلت الضوء علي عبر شاشتنا الصغيرة وهي غلاء الأسعار اللي عم يعاني منه كل العالم ونحن من العالم يعني شما يقوله دائما زينب أنه عم يحكوا نحن منكم نحن عم نعاني بشراء الحاجيات وعم نعاني بشراء المواد الغذائية وحاسن بالوضع ولكن دائما إذا كنا إيد وحدة أو مسكين بإيدين بعض يعني مثلا يلي عنده خلينا نقول ثلاثة كيلو سكر وجاره طلب منه كيلو سكر ففيه يقسمه بينه وبينه قديش كمان هذا مهم أنه نحط عليه ضمن هيدا الظروف يعني نحن عمنا أكيد هذا الشيء يمكن هلأ كمان إذا ملاحظين على وسائل التواصل الاجتماعي قصة الأدوية يعني انقطاع الأدوية الوقت هلأ اللي عم بيصير بتحسوا العالم بطلعت مبادرات فردية يعني اللي عنده على البيت دوا زيادة عم يحطها عم يشوف مين بحتاجها بقى نحن موجودة هاي الحس أنه نكون عم نساعد في بعض موجود بس أدي قادرين بعد لسه نقدر ندعم بعض ها هي أنه لوصلنا لمرحلة شوية بقول أنا أنه الله يمرأ هالمرحلة شوية تكون بسرعة وعلى خير لأنه هي جدا صعبة على الكل يعني فيها خنأة يعني نتزاوز أكيد وأحلى الشي العمل الإنساني مجد خلينا نحكي شوي عن المبادرات الشبابية كمان لأنه لنطلع شوي من هذا المود لأنه هذا المود صار خلص موجود عنا ودائما منقول إذا ما حكينا عنه خلي الناس تعرف بين بعض أنه نحن حب بعض بس خلينا نحكي شوي عن المبادرات الشبابية اليوم التشبيك مع عدد جهات كمان من جمعيتكن أنتوا تشتروا بس لحالكم في تشبيك أكثر من الجمعيات أكيد هلأ الشباب يعني هلأ بهالوقت هن عصب الحياة إذا بدنا نقول فمنهم بتطلع حتى الأمل هن يلي ممكن يزرعوا بين الناس يكون هالمحبة عم بتصير مبادراتنا نحنا بتكون وبنية على شيء له علاقة بالتكافر المجتمعي منحس ببعض يعني أنا بعرف أنت يعيشون موضوع بحاول دور على مجموعة شباب ونشتغل على هذا الشيء اللي ممكن يدعم هاي المنطقة أو هاي الحارة إذا بدنا نقول هلأ التشبيك كتير مهم بأي عمل إنساني لازم يكون دور التشبيك كبير ليش لأنه أنت عم تشتغلي إنسان ما عم تشتغلي تجارة فأنت بدك تحاولي توسعي المساعدة اللي أنت ممكن تقدميها عن طريق أشخاص ممكن ما توصل أنت لهذا المكان فاللي بأمن بفكرة التشبيك بأعتقد أنه ممكن يكون عم يعمل شيء حلو لأنه أنا وإنتي منقدر نصنع فرق بس أنا لوحد يقدر رح أقدر أعمل هذا الشيء مزبوطا نجح لسؤال زينا بضمن المبادرات أيضا وعمليات التشبيك ودور الشباب أيضا بخلق لنقول أفكار جديدة وخطط جديدة يعني الشباب يعول على الشباب بهذه المرحلة يعني مرأ علينا فترة ظروف حرب تسع سنين وأيضا كمان الظروف الاسثنائية لشائحة كورونا كيف كان العمل بهذه الفترة؟ ما توقف العمل ولكن يمكن ظروف اختلفت يعني تعود بمطائم مطارح تانية إلا عنا نحن مثلا بأسة جائحة الكورونا نحن عنا بالجمعية برنامج هو خاص للأطفال مساحات صديقة للطفل فهو بهذا الوقت شوي يتوقف الشباب يلي بالجمعية كمتطوعين كان لهم دور أنه يكونوا على تواصل دائم مع الأطفال مشان ما يشعروا بهذا الملال أو الأحباط يلي وصلوا له أنه مضطرايين يعدوا بالبيت فدورهم هون كان أنه قادرين هنا يوصلوا والشباب بعضهم قادرين يوصلوا على مناطق يقدروا يكونوا فاعلين فيها كان أكتر من برنامج اشتغلتوا عليه ضمن هالكم شهر اللي مروا وشبكتوا مع كتير من الجمعيات دائماً ملاقي في أفكار جديدة عم تتزامن مع كل مرحلة عم بعيشة المجتمع السوري خلنا نحكي في أفكار هلأ تانية ممكن أنه تطبق قريبة؟ هلأ دائماً في أفكار عم تنخلق يعني كمان الحاجة هي اللي بتولد لك أي فكرة ممكن تكونني عم تشتغلي عليها بس نحنا أكتر شي بنشتغل على مبادرات العلاقة بالسلام والحوار وتقبل الآخر يعني أنا لحتى أقدر كون عم بشتغل بطريقة منيحة لازم أقدر إسمعك لازم أقدر إتقبلك بغض النظر أنت شو آرائك أو شو توجهاتك بس أنه هيك نتعود شوي أنه نكون عم نعطي مساحة لبعض مساحة الأمان هي كتير مهمة بأي مطرح أنت تكون متواجدة فيه لحتى تقدر تحسي حالك أنه أنت قادرة تشتغلي هذا الشيء العمل الجمعية طبعاً ما بيتوقف وإن شاء الله ما يتوقف وإن شاء الله بس يتحول للطرق ثانية بعيدة عن أنه تعطي حصة غزائية نكون عم نشتغل بالشيء ثاني نكون فيه تنمية أكتر بس بعدنا لها العائلات هي بحاجة لحصة غزائية بصراحة أكيد يعني مجد أيضاً خلينا نحكي أديش خلينا نقول العمل التطوعي والعمل الإنساني بينمي قدرة الشباب وبيزيدهم خلينا نقول هناك فيه حماس ولكن بيزيد من الدافع لتقديم كل شيء للناس أديش مهم الأنخراط بين الشباب وخاصة بالعمل التطوعي وقت تروح توزعوا هداس للغزائية وتكونوا إيد وحدة لعدة مناطق هلأ أكيد العمل التطوعي هو قيمة مضافة يعني بيعطي كتير إشياء المتطوع وقت اللي بدخل على إياه جمعية بيكون هدفه أن هو يقدم بس بالوقت اللي بيكون هو عم يقدم فيه كمان عم يحصل على إشياء تانية كتير زاد قيمة يعني معنوية أكتر من مادية إذا بدنا نقول المتطوع ما كتير بينظر للقيمة المادية هلأ هي خاصية التطوع يمكن شوية تفاوتت بمناطق جمعيات بعدها محافظة على قيمة التطوع كتطوع وجهات صار التطوع عنده فيه مردود كتير كبير فما عاد اسمه هذا التطوع نحن بعدنا بالجمعية محافظين على قيمة التطوع يعني الشخص الشاب اللي بيجي لعنا أو الصبية هنا متطوعين بالوقت اللي قادرين يقدموا فيه أي مساعدة وبنفس الوقت هنا بيكونوا عم يحصلوا على قيمة مضافة لإلون عادة على بناء القدرات يعني احنا المتطوعين نشتغل كتير على بناء قدراتهم هذا الشيء كما بيكون دافع لإلون أنه يتطوروا فكريا واجتماعيا وثقافيا بيساعدهم هذا الشيء نعم أكيد مجد خليحكي بالخطام يعني منعرف كتير من السيدات والشباب عم يشتغلوا معك بالعمل التطوعي في تشبيك مثل ما قلنا في كتير من الناس عندها أفكار ممكن تجتمعوا وتتبادلوا هاي الأفكار لتنفيذها وممكن حدا يعطيكي داتا أو معلومات عن أي ممكن عائلة أو ممكن منطقة معينة فشو بتحبي توجه لنا كمان كلمة لهالسيدات أو الشباب اللي موجودين معينة هلا كل شخص هو من مكانه قادر يعمل أي شيء يعني من مبادرة فردية لمبادرة مجتمعية التشبيك كتير حلو بأي شيء أنت بتكوني عم بتأدمي كتير حلو أنه يكون عنا هاد القابلية أنه نتبادل المعلومات وما نكون محتكرين لأنه هو بالنهاية خدمة بده توصل للمكان الصحيح ما بدي أقول أنه إن شاء الله هيك كلياتنا نكون هذا الوقت إيد وحدة نضلنا إيد وحدة ونساند بعض وندعم بعض لأنه هذا الوقت هو بحاجة أنه كل حدا يدفش الثاني وكل حدا يعطي أمل الأمل حلو بعد ما نحنا كمجتمع سوري عاش على الأمل فترة كتير كبيرة من الوقت وبعدنا عايشين وبعدنا عايشين لو ما نحنا عنا هذا الدافع الأمل وحب للمكان وحب للبلد وللأرض اللي نحنا فيها يعني ما كان عنا هذا الشعور اللي أنه نحنا دائما نكون باستمرارية هلا أنا كتير بحب أنه نضلنا فكر بإيجابية ما نضلنا وقفين عند النقطة اللي نحنا فيها صح الوضع كتير صعب وصح كلها عادنا عم نعاني بس إنه إذا قعدنا واستسلمنا ما فينا نعمل أي شيء لا إنه حلو إنه نحاول نبدع بأفكار بجوز أنا عندي فكرة بس ما أنا قادر نفزها شوف الجهة اللي عم تقدر تنفزها وأعرض علي فكرتها ما نخجل من إنه نكون عم ندعم بعض بهاي الطريقة وإن شاء الله هيك تكون سهلة عالكل وتكون فترة وبتمرق يعني دائما في غيوم صودة عم تمرق عسوريا بس يعني بتمرق بعدين خلص يعني بنرجع بنطلع من أول جديد وبرجع بيطلع الياسمين مثل ما هو إن شاء الله يا رب نحن دائما منشدد على الأمال دائما منشدد على أنه تكون طاقتنا إيجابية لنشغل هذه الطاقة الإيجابية بين محيطنا وانتماءنا أكيد هو الأقوى رغم الظروف المحيطة فينا بنا نتشكر وجودك معنا وبتمنى لكم كل التوفيق شكرا لكم أنا كمعدة تشكرك يا مجد تشكر كل الناس اللي معك بالفريق التطوعي ننقلكنا دائما مفي أحلى من أنه دائما نختم كل عمل أو كل التطوع بكلمة نحنا سوريين شكرا لأيك شكرا لأيك